مساءكم سعيد تحية جميع الأصدقاء داخل القناة اليوم سنكمل استعداد المباراة الثاني ونحاول نبطج معكم بعض الملاحظات حول الأجواء الامتحان أولا بالنسبة للامتحان الكتابي مادة علوم التربية حاولت ندير مراجعة خفيفة لذا ولاحظت بأنه كانت بعض الأسئلة في المستوى وكانت أسئلة فيها لبيج بزاف حاولت نجاوب عليها ورقيت في علام بأنه أسئلة تطلبوا حد دقة الملاحظة في صندوق الوصف ستجدوا تصحي اللي حاولت ندير الامتحان لعلم التربية هناك بعض الأسئلة التي كنتم أكد منها 100% قدرت عليها احتمال واحد والأسئلة لما كنتم أكد 100% منها ترجوك احتمالها وبنسبة للإعلان على نتائج الامتحان قليت تكون إن شاء الله يوم الاثنين حسب ما كان في المذكرة التي توافق 5 في شهر 12 وبنسبة للإستعداد الامتحان الشفاوي يمكن أن نبطج معكم بعض الأفكار وبعض الملاحظات التي ممكن تستخدموا منها فاستعداد المقابلة الشفاوي طبعاً بالنسبة للإمتحان الشفاوي ستكون لجنة مشكلة طبعاً من هيئة التدريس ستكون مراكز الجهوية إضافة إلى مفتشين تخصص قهوان جديد لكينات السنة ستكون وضعية اختبارية ستكون مطولة فيها أن الطالب سيستعد واحد المدة ومورها سيبقى واحد درس سيقوم بإلقاء درس على حسب ما كان في المذكرة سوف نحاول دل مجموعة الفيديوهات التي سوف نبطج معكم لإستعداد دقيق لإمتحان الشفاوي لكن في هذا الفيديوهات سوف نبطج معكم بعض المبادئ الأساسية الكبرى لإستعداد المقابلة الشفاوي أول حاجة هو ذلك الرسالة التحفيزية لقصد قدوى الطلبة هي تعبر عن النواية التي يقدمها المدرس أو من يسمى المشروع يعني ممكن في أن يساولك إذآت تحفيزية هي الهدف من الولوج المهنة التعليم أو ماهر 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 ماهر؟ ماهر 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 قد تن sprite في مجموعة الأبعاد التواصلية، أبعاد مريفية، أبعاد منهجية سوف نحاول أن تكلم عنها في التفاصيل من بعد ولكن نحاول أن أعطيكم رؤية عامة التي يمكن أن تكون هذه الممتيحة أول شيء سوف نفهم عنها هي مسألة الهندان إنسان يكون منظام للباس جيد والمسألة الثانية وهي أن يكون إنسان واثق من نفسه أثناء عملية التواصل لأنه اتقف النفس تتلبها بالظور كبير في تقديم نظير الامتحان و اتقف النفس تتمثل ذلك البوع التواصلي الذي يمشي شبكة تتنقل يعني اللي هي الحركات التي يديها لك، طريقة الكلام، هل تتكلم بسرعة، أم تتكلم بشكم ونظام لأن الطريقة التي تتكلم بها مع الجنة تتمثل طريقة تدريسك داخل القسم فبالتالي آلية التواصل داخل القسم يجب أن تكون حاضرة اللي هي لغة الجسد، طبعا بطريقتين معقولة، ليس بطريقتين مفرطة أنك تتكلم تلقائية تتحرك الجسد ذيها لك، المسألة الثانية وهي اللغة اللغة التي ستكون في المقابلة، طبعا إما تكون باللغة العربية بالنسبة للتعليم للناس التانوي التخصص أو باللغة العربية الفرنسية بالنسبة للابتدائي يعني يقدر يقول لك قدم راسك باللغة العربية، فهتكمل تقديم لناسك باللغة العربية أو يطلب من أنك تقدم راسك باللغة الفرنسية، فخص كذلك تكلم باللغة الفرنسية وحداري من الدارجة لأنها تعصي صورة سلبية عن شخصية الأستاذ طبعا الأستاذ داخل الفصل الدراسي لا تكون باللغة العربية فصحة ولكن أمام اللجنة يجب أن تتكلم بلغة عربية فصحة على الأقل في أغلب الجمل التي تتكلم بها وأن لا تطغى عليك الدارجة لأنها سلبية لأنها أعمليات تقديم مسألة أخرى هو أنه داخل اللجنة يكون واحد العنصر مشويش الهدف دياله يخلق ليك واحد الارتباك باش يعرف القوة ديالك في التواصل نعرف جميعا بأنه داخل اللجنة يتفقوا بعضياتهم على واحد منهم كل مرة يجد لعب الضور واحد داخل اللجنة أنهم يدخل واحد الارتباك باش يربكوه مثلا في التواصل سواء في النظرات ديالهم سواء في الكادام ديالهم الهدف ديالها هو طبعا نرى ماشي هي مقصودة من أجل الشخص ولكن مقصودة من أجل أن هذا الشخص يعرف القوة يلوف التعامل وفرض للفعل مثلا لأنه نالي يقرأ للتناميد ويكون تناميد متنوعين من ناحية التواصلية فبالتالي تحاولوا يقرأ قدرة ديالك على التواصل وكيفاش تتجير المشاكيل والاختلاف في عملية التواصل إن هذا العنصر المشويش من الأحسن أنك تفادى وتحاول تكون رد الفعل ديالك رد بارد ورد عقلاني أي فعل تتلقاه منه ما تقبلوش بشكل شخصي على أنه مس بالشخص ديالك بقدر ما تحاول تقرأ على أنه وضعية اختبارية خاصة تعرف كيفاش تعامل معها أثناء إلقاء ديالك حاول إذا كنت مطلوب منك أنك تقدم واحد الفكرة أو تناقش بعض الأفكار أو تقدم شي درس مثلا جزء ديال من الدرس حاول توزع النظرات ديالك بشكل مقسم على الجنة تحاول تنظر على واحد وتركز النظر ديالك فيه وكلما تضر الصبوات تكتب وترجع تشوف اللجنة تحاول تشوف فيه لا هذا خطأ لأنه تعتبر التواصل البصاري من أهم الركائز ديال الأستاذ فالتريخص النظر ديالك على اللجنة يكون موزع بمعنى آخر يجب توزيع النظر بشكل متساوي على أعضاء اللجنة كأنهم جماعة قسم إذا طلبوا منك تكتب في الصبوات فهذا الأمر هذا مثلا أو مطلوب منك أن تكتب شي وضعية اختبارية أو تشجر مثلا شي فكرة مثلا كمدرية ديال الفلسافة أو نوع عربية من الأفضل أنك تكتب وتهضر أي أن ما تكتبه تقوله لماذا؟ لأنك باش تشد الانتباه ديال التنميج لأن مثلا الزاتي بالظهر التلاميج يستاذ يكون شد الانتباه دياله ولعل الصوت ديالك ولا الكلام ديالك غيشد الانتباه دياله مسألة أخرى أنه يجب كما أن الكتابة يجب أن تكون واضحة على الأقل من المقرأة بالنسبة للتلاميج وعلى المستوى النفسي أخذ إنسان يدخل وهو عنده وحد الأن رياحية تقدم الدرس أو في المناقشة لأن التوتر تكون سلبي لسببين أول حاجة تعثي الانتباه سلبي بالنسبة للجنة على شخصية الأستاذ التي تقدم الدرس والمسألة الثانية أن أحتى التوتر تلغي المعلومات وتيقلصها في دماغ ديالك فالتالي النسبة للتركيز ستقلل عند الإنسان في أي وضعية كما كانت فالتوتر الزائل يقدر يكون سلبي بدرجة كبيرة وحد الكون بيدا اللي تكون مستعدين دياله ولكن بمجرد للخلص حال التوتر تفقد الانتباه دياله وتفقد التركيز دياله كثير من الأصدقاء اللي نقشنا مع هذا الأمر هذا وفعلا كانوا مستعدين وعندهم أجوبة صحيحة وفاهمينها وعارفينها ولكن أمام اللجنة وقالهم واحد التوتر أمر اللي يخلهم يدخلوا في واحد الحالة للارتباك اللي هي غير برغوب فيها أثناء الامتحاء ومسألة أخرى أساسية وكنت مرت منها متجربة دياليانة 2014 كنت واحد أستاذ في اللجنة صراحة نبهني لها أنني بديت تنظر قليلا وديت تنخج على الموضوع ونبهني قلي شوف ما تجاوبش على شيء حاجة أكثر من ذلك شيء طلبنا منك لأن بحكم طوال طول قلت تنصرع في الهضراء وكذا أسئلة حاول تأخذ في السافة وهذا وديت ندخل ونخلش في الهضراء يعني نجاوب هنا وننقذ هنا فساعدني صراحة باش نركز كنت عمل معي بوحد شكل جيد إن هنا هذه التألة الأساسية أنه الإنسان يجاوب على المطلب فقط ما تخرش على المطلب لي منك ما تزيد ما تنقص وحافظ على الهدوء وتوزيع النظارات بشكل أقلاني يعني مثلا نطلب منك واحد لإجابة محددة جاوب لديك السؤال على أقل قدر ذلك شيء اللي نطلب منك طبعا الإجابة تكون مستوفية لجميع المستويات المعرفية المنهاجية المضمونية ولكن تخلش وتخصفها مثلا جاوب مثلا هنا دا وجدك شي فكرة وتنقصتي فكرة أخرى عند علاقة بموضوع الله ليكون جاوب محدود وأثناء عملية تقديم إنسان ينركز على الجانب التنشيطي لأنه تحاول داخل اللجنة يعرفوه وش هاد الأستاذ يقدر يكون عنده أثناء نشيطي داخل القسم اللي هي نبرات صوت ديالك وش فيها واحد القوة وش فيها واحد النظام المسألة التانية طريقة لإلقاء ديالك وش فيها واحد تلقائية وش فيها واحد ثقة في النفس أثناء إلقاء الدرس ولكن واحد تلدوكين واحد الخوف أثناء عملية إلقاء الدرس وحتى بالنسبة للكلام إنسان ما يكونش متسرع بالكلام ديالو يكون كلام ما يكونش تقيل لأنه إذا كان تقيل بزعب هل يكون يجيب نعاس للجنة وثالث تلمت وفي نفس الوقت ما تكونش وثيرة الكلام سريعة لدرجة أنه ما تياخدش نفس أثناء عملية تكله لا يكون كلام يعني معقول بطريقة منظمة ولحساب للجنة مثلا وش السؤال تيخص مثلا تناميد ديال تناوي إعدادي ولا تناميد ديال الابتدائي يعني على حساب للجنة فخص تكون الإجابة توازي نمط التناميد اللي غادي قريرهم من الأساس مثلا لك نطلب منك تشرح درس الثاني ابتدائي مثلا في واحد المجال فخص اللغة ديالك العربية وخا تكون فاصحة تكون اللغة بسيطة وتكون خفيفة وفي ناس الوقت تكون واحدة سرعة ديالكلام مقبولة لدخل للتناميد يسمعوا كلمة كلمة ويفهموها ويدركوها مسألة أخرى مسألة أخرى تركيز في الإجابة لأنه يجب أن تكون إجابتك دقيقة حسب بالمطلوب منك لأن هذه المعلومات اللي عندنا الموسوعية رمشي مهمة اللي مهم هو دقة الإجابة لأنه يعطيك واحدة السؤال exact وتحاول تتطور وتحاول تخرج وتدخل في السؤال إنه هذا الجانب يحاول يبين أنك تتراوق في الإجابة لكن تكون عندك القدرة على أنك تعرف شنوية المعلومات اللي بطلبها منك أو شنوية الفكرة اللي بطلب منك وكيفاش تسيغها بواحد الشكل منطقي وعقلهاني وبشكل مرض بعض الليجان ممكن تسولك على البحث ديال الإجازة ديالك أو البحث ديال التخرج ديال الماستر لحسب شنو المستوى اللي عندك إن يقدر يدخل معك بعض التفاصيل حول البحث فإذلك الطلبة يحاول يديروا مراجعة للبحث ديالهم اللي داروها خصوصاً إذا ذكرتي للجناعة لأنك حاصلة على مافتار أو حاصلة على شديد بلوم فيقدروا يسولوك على شنو المجالات اللي تعلمتي أو بالضبط شنوية الفكرة العام اللي تعالجها بحد ديالك إذن هنا غنكون سائلية هذا الفيديو اللي هو فيها توصيف عام الفيديو الجاي غنحاول نترفيه على الشبكة ديال المتحن الشفوي فخليكم معنا إذا عندكم شيء أسئلة ولا شيء ملاحظة تخليوا عنا في التعليقات بالنسبة للصحيح أنا مبغيش ندير الفيديو علي باش منضيعش الوقت لأنه شمن فأريد أنني نقدم صحيح في حالتي إلى أن أمور دازز فالنات اللي بغوا يعرفوا كتر راح حاولت نديرها في واحد دارتيكل كان عندي راح نخليها لكم في صندوق الوصف إذا فطلوا بعض المقالات اللي عندها علاقة بمجال ديالتكوين ممكن تفيدكم كذلك في الامتحان الشفوي إذا بتوفق الجميع ونتمنى أنكم تسمعوا خبر الخير إن شاء الله نهار الثنين ونتمنى أنه كل واحد يجتهد وعمل وخدمه مزيان ينجح والله يوفق البقية إن شاء الله في حال شفر